وصلت إلي بتقول لي صاحبتها بحب زميلي قوي في الجامعة مش قادرة أستغنى عنه مش ممكن يمر يوم من غير ما شوفه وما كلمه أنا نفسي أتجوزه بصراحة ممكن أروح عنده البيت كده وأطلب إيده يعني يعني أنا بتكلم معاه بس لسا ما تكلمناش في الجواز يا جماعة طبعا إحنا يا جماعة مش ضد الحب الحب ده قيمة عظيمة قوي الحب ده أغلى قيمة إنسانية في هذه الدنيا بس لازم يا بنتي لازم لكل بلاتي اللي شايفيني دلوقتي لازم الحب ده يؤدي إلى زواج الحب ده ما أداش إلى زواج حيؤدي إلى مشاكل كثيرة جدا البنت ما جعل الله ده رجل من قلبينه في جوفه قالبها سلمته الحد لو جوز واحد تاني بقى هتعيش عياة صعبة هتعيش عياة يعني غير أمنة هتبقى بعيدة عما نهاج ربنا سبحانه وتعالى البنت لما تحب ولا تعمل ايه وتصرف ازاي الشرع بيقولنا البنت لما تحب ولد تقول لي وليا أمرها تقول لي بابا تقولك لا أنا خافة أقول لي بابا خلاص بلاش بابا بنقول لي ماما تقول لي ولدتك وسيد النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرنا وعلمنا جميعا أنه أن نجعل الأم هي الأميرة على بنتها فقال صلى الله عليه وسلم أمير النساء في بناتهن يعني المفروض البنت سرها عند مامتها بتقول كل حاجة لمامتها ولازم الأم تعرف كل حاجة عن بنتها وتوجيهها يا جماعة وتوجيهها التوجيه الصحيح اللي يرضى ربنا سبحانه وتعالى لكن ينفع البنت تروح للولد وتقول لو سمحته تطلب ايدي ما ينفعش لازم الولد هو اللي يروح للبنت لازم هو اللي يجري وراها لازم اللي هو يكسر الباب من التخبيط لازم اللي هو يروح له أكتر من مرة وما إلى ذلك لكن هي تروح له وتطلب ايده واعتقد ده ما ينفعش لكن هي تقول اللي وليه أمرها وده حصل في القرآن الكريم حكنا قصة السيدة صافراء ابنة شعيب سيدة صافراء لما طبعا سيدنا موسى عليه السلام حمل حجرا ثقيلا ما يدرش يحمله أكتر من عشر أفراد وربنا قال لنا فسقى لهما ثم تولى إلى الظل الابنتان شعيب ودع الله سبحانه وتعالى لما دعا ربنا سبحانه وتعالى قتلوا الزوجة لغاية عن تطلب ايده قتلوا العروسة لغاية عنده فطبعا قالت لأبيها يا أبا تستأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين فالأب على طول كان في منتهى الزكاة يعني طبعا عرف أن ابنته متوافق على أن تتزوج من هذا الشاب القوي اللي حمل حجر ضخم جدا الأمين اللي طبعا يعني كان أمينا عليها وعلى أختيها فطبعا تزوجها بإذن الله سبحانه وتعالى فلازم الولد هو اللي يروح للبنت وما ينفعش أبدا البنت تطلب إيد الولد ولا تقوله لو سمحت من فضلك تعالى تجوزني أو ماما عايزاك أو إلى آخره لا يلابد لازم تترك الولد هو ده من الحياة وده من الإيمان وده من الإسلام تترك الولد هو اللي يجي وطلب إيديها وروح البيت ويقدم لها الشبكة ويقدم لها المهر زي كده ما علمنا الإسلام الحنيف لكن بنصح كل بنت أنها كمان ما تعطيش قلبها لأي حد مش أي حد تديله قلبك قلبك ده أغلى حاجة عندك والحب لا يأتي الحب لا يأتي يا جماعة إلا مرة واحدة فلازم إحنا نخلي بالنا وممكن البنت ترتبط بحد ومتجوزوش وممكن الولد يرتبط ببنت وما يتجوزهاش فتبقى مشكلة كبيرة جدا إن هي بعد كده لما تجوزت من حد تاني بتبقى حياتها صعبة إن هي مش هتقدر تعطي لجوزها الحب وبرضو الولد حيب نفس المشكلة فحتلطب على هذا خلل في منظومة المجتمع بكده أكود أنا جوابت على سؤال حضرتك الأنسة نيفين اللي بتحب زميلها في الجامعة هنخرج لفصل قصة